أقر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربي بأن المقصودة من العقوبات الأمريكية ليست المصارف إنما جهات أخرى مشيرا إلى أن المصرفيين لا يريدون الذهاب ضحية هذا التشنج بين أمريكا وهذه الجهات كلام طربي جاء خلال مؤتمر عقدته جمعية مصارف لبنان للحديث حول زيارة الوفد اللبناني المصرفي إلى أمريكا وقال طربي إن مشروع قانون العقوبات لا يزال قائما كاشفا عن اعتراض الوفد عليه بالطبع كمان تابعنا بالكونغريس الجهات الفاعلة الرئيسية بالتشريع وحطيناهم بجو أن هذا النص مثل ما هو موجود يلحق أزى فادح بالاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان ويجب تجنب صدوره بالحالة الحاضرة بأي صورة من الصور وحسب طربي الولايات المتحدة لا تصدر عقوبات دون سند خطي وهو نفى أن تكون هناك ثلاثة مصارف عالقة في هذا الموضوع المهلة لتطبيق القانون ليست معروفة حتى اليوم إلا أن مشروع القانون لا يزال في مرحله الأولية وهذه الشراكة لا يمكن أن تكون شراكة ناجحة فيما أزى ألحقت أزى بالقطاع المصرفي الذي يحمي مصالح كل اللبنانيين نحن قالنا لا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبناني سواء كان هذا الموضوع يتعلق بدولة رئيس مجلس النواب أو بفخامة رئيس جمهوريين لا يمكن أن نعمل ضمن سلطة تحت إشرافها وتحت تنظيمة قانونية وأن تكون هذه السلطة هي موضوع معاقبة ورأى طربي أن نظرة المصارف المراسلة في أمريكا نظر إيشابية وكرر أن النص لا يزال بدائي وستكون هناك تعديلات عليه وحسب طربي فإن حاكم مصرف لبنان هو الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا الملف وله دور مهم في تظهير المرحلة المقبلة بالنسبة لهذا الموضوع وهو مؤيد بصورة كاملة من القطاع المصرفي في لبنان